معدل القراء بشكل عام يعني في سنكم في مجموعة اللي حواليكم في صحبكم في قريبكم في جرانكم معدل القراء من وجهة نظاركم كشباب بقى مش ككتاب ولا كبوكتوبرز ولا كاي حاجة لما بتحبوا تشوفوا من بعيد لبعيد كده في كل عشرة في كم واحد بيقرأ بتلاقي ايه المعدل المعدل بالنسبة لك بيكون مردي ولا انت شايف انه لأ احنا محتاجين نخلي الناس تقرأ اكتر او لسه موسناش للليفل اللي احنا نحب ان مجتمعنا لمصر يكون بيقرأ بيه هو دلوقتي بعيدا عن الصورة اللي الناس واخدها لأقرأة في تزايد في تزايد اه طبعا ده بعد يحكى انا اكيد ده بعد يحكى انا اكيد يعني افتكر اخر احصائياني شفتها كانت في 2021 كانت مصر رقم 5 على مستوى العالم في معدل القراءة اليومية ايه فده بيقول ان احنا فيه عندنا عندنا قراءة ومتطورة وبرضو انديكاتور مهم في القصة دي معرض الكتاب طبعا فاحنا يعني وقت الازمة بتاعة كورونا كنا عاملين مليون ونص زائر وكان فيه اجراءات احترازية وكان فيه زحمة وفيه تباعد وفيه عدد معين من الزيارات واخر دورة للمعرض الحقيقي كانت كل وصف يعني اربعة مليون اكتر من اربعة مليون زائر كان رقم رقم كبير جدا مهرجان يعني طبعا طبعا فلاق معدل القراءة فيه تزايد طبعا احنا هيهمنا انه هيبقى اكتر طبعا اكيد ده يشغلنا وكريم يعني بس لا بس هيحصل اكيد ان شاء الله استاذ كريم انا بالنسبة لي المعدل بالنسبة لك مردي المعدل ولا انت شايف انه رأي احنا عايزين ناس اكتر وعايزين ان الاعداد تزيد اكتر وعايزين الشباب والبنات يكونوا بيقروا اكتر لا انا هقولك على مفاجأة هو العدد في تزايد اه بس ما فيش حد من وجهة نظري موجود من الشباب اللي موجودين دلوقتي على الاقل ما قراش كتاب من الكتب اللي ممكن نسميها بست سيلر فحنا نقدر نقول ان مثلا 90% من الشباب على الاقل قرى كتاب او كتابين من الكتب اللي طلعت ونقدر نقول فرقعت مثلا لكن اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا فعلا عايزين معدل الشباب يزيد بمعنى القراءة المستمرة اللي مكملة مش قرى كتاب وما يكملش لا احنا عايزين العدد يزيد وبالفعل عدد القراءة ونسبة القراءة بتزيد من سنة لسنة بتزيد من سنة لسنة خاصة فعلا مع زي ما حلوتيك قلت مع اهتمام الاعلام ودلوقتي بقى فيزة فعلا بوكتيوبرز وناس بتراجع اونلاين فالحاجات دي بتشجع القراءة اكتر وخلينا نقول كمان ان الجهات المعنية والدولة يعني مؤمنة جدا بالقراءة مؤمنة جدا بأهمية القراءة وابتدعم ده بشكل كبير احنا بقى عندنا كم معرض كتاب في السنة احنا بقى عندنا معرض كتاب دولي دلوقتي حاليا عندنا حاليا معرضين شغالي الابرا واسكندرية بغير كتاب الطفل ومعرض كتاب الطفل اللي بتتروح وبتكون موجودة في اماكن كتير في محافظات كتير خلينا نقول كمان انه فيه دعم للفكرة نفسها فبالتالي احنا بقينا نشوف اكتر وبقى عندنا تسهيلات اكتر فبقى سهل علينا ان احنا نجيب كتاب في كل مكان